كريبتو دوت نت بيتكوين عالم كنحل احتراف العملات الرقمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا مرحبا بكم من جديد في قناتكم كريبتو دوت نت دوت بيتكوين قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية الربح منها لو دي اول مرة بتشاهد القناة نرجو تفعيل الجرس وانك تضغط سبسكرايب وتنضم للقناة عشان يوصلك كل جديد اول باول ولو كانت محفظتك اقل من 4000 يورو انضم مجانا للمدربات المجانية على قناة التليجرام تقدر تحصل على اللينك الخاص بيها من الديسكريبشن وتنضم وتكون قريب مننا بشكل اسرع من قناة اليوتيوب والتحديثات اللي بتصدر بشكل يومي باكثر من كذا تحديث على القناة اما لو كان عندك خسارة في المحفظة الخاصة بيك وقيمتها اكبر من 6000 يورو او عملات بدون ما يكون عندك يو اس دي تي تقدر انك تحصل على رقم الهاتف الخاص بينا اللي موجود في الديسكريبشن وتتواصل عن طريق الواتس اب وتستفيد من الانضمام في ادارة المحافظة البي اي بي عن بعد بدون الوصول لرأس المالك او دون الوصول الى عملاتك او اي اكسس على اي منصة خاصة بيك وتقدر تستفيد بكافة المميزات والعملات الهامة والادارة المباشرة اللي بنتبعها معاك اول باول والنهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة شيقة لو سمحت زي ما تعودنا تيجيب كوباية القهوة وورقة وقلم وتركز معايا انتظرونا بعد الفاصل ورجع لانكم من جديد بعد الفاصل وهنتكلم على المعلومات العامة اللي موجودة في السوق اولا قبل ما نبدأ في 3 عملات وربعض مهمين هنتكلم على البتوين النهاردة هنتكلم على الايسيريوم هنتكلم على الشيبة 3 عملات حلقة مهمة القهوة بتاعتك والقلم والكراسة وتبدأ تبقى معايا خطوة بخطوة دلوقتي هنتكلم مني الماركت كوب دلوقتي عندنا فيه 12900 عملة توتل الاستثمارات الموجودة 2 تريليون 527 مليار 533 مليون التعامل اليومي ب88 مليار 649 مليون 610 ألف بنلاحظ ان النسبة الاستحواز الخاصة بالبيتوين بتزيد فهي 47.7 والايسيريوم لزال بيقل وقيمة التحولات الخاصة الفيز الخاصة بالايسيريوم لزالت عالية دي اول مؤشرات مقدر نتكلم فيها حاليا والمهم ان رغم ان البيتوين بيطلع رغم ان السيولة اللي موجودة في السوق بتزيد رغم ان محفظتك بتخسر ده شيء طبيعي جدا فانت شاري شوية عملات شوية العملات دي ماشي معاك والعملات دي ما بتكسبكش لان كلها بتخسر زي ما انتوا شايفين السوق كده قدامنا حاجات يعني بسيطة هي اللي بتكسب والباقي كله واحد الاتجاه الاحمر اتجاه الهبوط بالطبع ده بيبقى فيه سر تمام هنقدر برضو نتكلم فيه وكلنا الكلام ده قلناه زمان جدا وهنرجع نعيده تاني اوكي فهنبدأ بالبيتكوين وقبل ما نتكلم على البيتكوين بخصوص التعديل اللي احنا اتكلمنا عليه وقولنا هنبدأ بتجميع مع بعض واحد بيتكوين وعملين التحدي ده على التليجرام فانا اجيبتلكو اهو يعتبر لسه كمان محفظة جديدة هي دي المحفظة اللي هفتح حالكم واي تحويل عليها للبيتكوين الخاص بالكريبتو تاب هبعتها على المحفظة دي وهتبقوا موجودين معايا لغاية لما نشوف جواها بإذن الله الواحد بيتكوين حتى لو ودأنا نحاول فيها مليون مليون هنمشي مع بعض خطوة بخطوة واوضح حالكم نيجي للبيتكوين نفسه البيتكوين بعد ما تكلمنا عليه بيعمل نفس الحركات اللي قلناها من كم يوم ونفس التحركات اللي هي محاولة اختراق القمة طيب الول تايم هاي هو هنا وصل للستة يعني 64.424 بعد كده بيشوف احنا ماشيين يعني بيع لا مش بيع ولكن البيع مش بقوة خلي بالكو يعني لازال مفيش هبوط ولكن هنيجي نبص هنا على القمة السابقة كانت 64.829 احنا لسه موصلناش للقمة دي وكل ما بنحاول نقرب كل ما بينزل في تصحيح عادي الاتجاه اللي معقول وعشان تقدروا تستوعبوه كويس جدا العشرين في المية من التوقعات والتحلات اللي انا عملها بتقول ان احنا هنكسر القول تايم هاي ونطلع على السبعين الف ده اتجاه ولكن الاتجاه الاوقع بـ 80% ان احنا هنحاول نختارك الـ 64000 مش هنقدر هيتم كمية بيع كبيرة جدا هنرنزل تاني ونرجع ما بين الخطين اللي احنا قلناه مرة اللي فاتت في البيتكوين ما بين الـ 52000 وما بين الـ 50000 اذا لو انا عايز اشتري بيتكوين وعايز الحق نفسي في اخر خطوة واخر مرحلة قبل اتجاه البيتكوين لـ 134000 وخلي بالكم الكسر الخط المعناوي لـ 100000 هو اتجاه للمليون دولار حتى لو كانت توقعات في 2027 نبقى قطعة البيتكوين بمليون دولار الخاصة كمان بعدد من التحليلات القوية ومن ضمنها برضو اهمها التحليل الخاص بكذا اتجاه مختلف بدون ذكر اتجاهات بحيث محدش تعلق بتحليل فيطلع فيه خطأ فيبقى برضو اتحملت التوجيه للشكل ده انا بقول الحاجات اللي انا عارفها الحاجات اللي درسها الحاجات اللي بتعامل عليها وبقولها للمستمعين وبقولها لطلاب اللي عايزين يسمعوا ويفهموا ويتعلموا كويس فاحنا بنتكلم ان كسر خط 100 الف دولار ده كسر خط معنوي بيخلينا نتجه للمليون فالنهاردة لو انت عايز تبدأ رحلة مليون دولار بخمسين الف دولار تقدر في اخر مرحلة من مراحل التصحيح المتوقعة بنسبة 80% في الايام اللي جاية دي ان تشتري البيتكوين من الاتين وخمسين والخمسين الف وبالشكل ده انت هيكون عندك يعني فرصة كويسة جدا لحقيقة انك تتكمل وتبقى عندك صراء جيد طيب السؤال اللي بتسئل لي على طول طب انا دهوقتي معي عشرين الف دولار ماشتري بيكوين وانا في البيت خلي بالك ان البيتكوين لو صعد بعشرة اكس ما فيه حاجات تانية جنبه بتصعد بألف اكس يعني ايه لي خليك معاك عشرين الف دولار وتقعد بس وتكسب يبقى مية الف ما انت مش قادر تشتري البيتكوين عشان يبقى مليون طب انا اشتري عملة تانية بتصعد بشكل اكبر كمان وده كتير موجود في السوق بس الفرق تبقى عارف ايه هي العملة اللي هتطلع بالارقام دي وتاخدها معاك وتخليها في محفظتك يبقى احنا كده بنتكلم فيه اتجاهات كتير حاليا ترتيب المحفظة اهم حاجة لان بعد تصحيح الخمسين الف ده اي حد كان هيبدأ محفظة اي حد كان عايز يعمل شغل اي حد بيعمل اي حاجة هي دي اخر مرحلة ممكن تاخد فيها اتجاه سليم لمحفظتك بارقام معقولة زي السبعة تلاف دولار سبعة تلاف كمسومية التمن تلاف دولار العشر تلاف تقدر بس تأكد ان بعد اختراقنا في الارقام دي العشر تلاف حتى لو معك تلاتين الف دولار كميتهم هتكون بالعشر تلاف وهتبقى بتشتري في في قمة من العملات تانية رغم انك كنت ممكن تشتري وتكسب من اول لما تخش السوق مش تبقى داخل عشان تعود خسارة او يبقى عندك مشكلة نيجي ليه الاتجاه زي ما قلنا الاول احنا هنقف عند الاتنين وخمسين الف او هنقف عند الخمسين الف لاني متوقع اني هيحصل تصحيح قبل اختراق الاول تايم غاي ده بخصوص البيتكوين عشان ما نطولش عليكم نيجي سريعا ليه شيبة يعني انتو شايفين الشرط اللي قدامنا ده انا مش عايز والله اغير الشرط انا عايز اخليه كده عشان نتفرج مع بعض عليه يعني الاستنتاج الاولاني اني العملة بعد اما قصت للتلاتة ونص والناس كتير اشترت هنا في التلاتة ونص حصل تصريف عليهم زي ما انتو شايفين اهو الخط المحترم الكبير انا مش عايز اكبر الشاشة احنا هنمشي كده مع بعض اوكي بعد كده حصل صعود تاني عشان يطمع الناس بقى كده رح نزل تاني تمام حصل صعود تالت واقنعكم انها خلاص هيطلع حصل نزول هبوط هبوط بعد كده دلوقتي بيحاول يمشي كخط عرضي في المنطقة دي ايه اللي ممكن يحصل في شيبة نكبر بقى كده بالراحة ونشوف هو دلوقتي الحوت اللي شغال على الشيبة بيحاول يعني يديكم شعور ان هو ده الخط العرضي اللي يمشي عليه عشان بعد كده يعمل الانطلاقة الكبيرة لشيبة ويطلع تمام يبقى دلوقتي اتجاه الحوت اللي ماشي في العملة دي بيفاهمكو دلوقتي اهو وبنقول الكلام ده من بدري لاخوتنا اني ان احنا ماشيين في خط عرضي وهو عايز يفكركم بالمنطقة دي بصوا كده انا هقلل الشرط بعد اذنكم يعني يا شيبة مش قوية قوي خلاص بصوا كده انا بمشي معاكو انا اسف معلش انا بمشي معاكو دلوقتي عشان خطر ايه نبص خطوة بخطوة شيبة من ساعة لما بدأت انا واخد بالوان دي تمام بالاربعة حلو جينا هنا عشان اوضح لكم اكتر من اول اللي انطلعك اللي بدأت الكبيرة الخاصة بينا اللي احنا لسه مقدماش نوصل لها تاني وهنحطها عندنا يعني ناخد الخط ده اوكي ده اعلى رقم وصت ليه شيبة كان ايجابي وكان يعني نقول عند الاربعة هي كان قريب من الاربعة تمام فنقول عند الاربعة اه يعني كان بالضبط معنا واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة تصفار تلاتة تسعة قول اربعة تصفار اربعة خلاص الطلعة التانية اللي اتلحها وصحيت وبيعجبني جدا الجملة اللي اخوتي يعني في الله اللي بيحب يقولها دايما تمام هقولها لكم دلوقتي عشان تتحكوا تمام دلوقتي يوصل عند اربعة تصفار تلاتة خمسة يبقى احنا كان عندنا قمة وجبنا قمة اقل منها دلوقتي يبقى قمة تمام اتكونت وقمة اقل منها طيب الحود دلوقتي ده بيحاول يفهمكم ايه بالضبط كده في العملة دي انا اقول لكم بالراحة هو بيحاول يشرح لكم دلوقتي شايفين انتو التجميع الكبيرة اللي تمت في خمس شهور دي ايه التجميع اللي تحت دي تمام دي مشيت بخط عردي خلاص بعد كده جي الوقت اللي جمع فيه التجميع اللي هو محتاجة والاتجاهات القوية اللي عايزها راح واخد البمب بتاعها القوي وطلع بيك هنا خلاص وبدأ يمشي في خط تاني عشان يحسسك ان هنا هتتكون مرحلة زي ما انت شايفها هنا فيبقى انت متمسك بالعملة وما تبيعش اوكي هرجع بقى افتح الشرط شوية عشان خاطر نشرح مع بعض ونفهم اكتر يبقى دلوقتي هنا هو بيفاهمك ان هو ماشي في اتجاه عردي او عردي وانجمع نجمع نجمع وبعاكي نعمل انطلاق كبيرة طب ايه رأيك ان بعد التجميع دي بدل ما يحصل انطلاق كبيرة وكلكم قاعدين منتظرين الامل ان يتصرف عليكم عند الواحد ونص يعني بدل ما يبقى عندك صعود او بالزبط كده عايزين نتكلم مع بعض بشكل يعني افضل بدل ما انت متخيل ان انت هتسعد وتجيب بقى الاربعة والخمسة والواحد سنت والواحد دوار زي المحترمين اللي بتكلموا في اليوتيوب تمام الاساتزة الافاضل يعني اللي موجودين فانا اتوقع ان هنمشي 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 وبعد اما جيحطوا فلوسكو كلها وتستنوا خلاص وببيع عربياتكو وبيوتكو وكل الحاجات الحلوة فهيروح متصرف عليكم وننزل عند الواحد ونص في المنطقة دي ويبقى كده تاني خسارة لشيبة ان لم يكن يرجع لادراجها تاني في الاتجاه اللي كانت عليه موجودة من تحت لذلك دايما خلي بالك في شيبة عايز تشتغل على شيبة يعني وعايز تسيب كل السوق على الاقل استخدم مانع الخسارة ورغم ان ما بيشتغلش بشكل كويس في كل المنصات ولكن يعني اصعب الامور فعل يعني فعل مانع الخسارة عشان خاطر على الاقل تلحق نفسك بدل ملحوط يضحك عليك وياخد فلوسك وينزل تاني وقعدك تحت خمس شهور تانيين ولو رجعت والاخر حلقة تكلمنا على شيبة من ثلاث شهور اللي حصل ده بنفس الكلام انا قلته وقلت ان شيبة يكون مجرد تجميع بعد كده تطلع طلع بمب كبير وبعد كده تروح نزلة قعدة تاني تعمل قاعة جديد تطلع تعمل بمب وتطلع تنزل تاني طب انا النهاردة قعدت خمس شهور فلوسي ماركونة وقعدت حاطة ايدي على قلبي طب انا كنت الخمس شهور دول دورت الفلوس في حتة تاني وكسبت مكاسب اكتر بكتير من البمب اللي انت شايفه اللي لم يكن بعيكة ممكن ما يحصلش بمب يحصل حاجة مختلفة ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيعطي الزكاء لكل شخص على مجدرة زكاء تمام فده شيبة توقعنا انها هتتصرف على الناس عند الثلاث اللي هي الاربعة تصوار واحد خمسة تمام وده رأيه وهنشوف ايه اللي هيحصل في شيبة وانا الحمد لله توقعتي في شيبة يعني ما خيبتش فهنشوف كده هل هتنزل عند الواحد خمسة ولا هتضلع بيكم عند الواحد دولار نيجي لاخر عملة هنتكلم عليها النهاردة على الايسيريوم تمام فده الايسيريوم على البيتي سي تمام انا مش هاخده على البيتي سي ولكن عايز اتكلم على الايسيريوم فقط هنتكلم هنا على الايسيريوم على طول اوكي عشان مش عايز اتطول عليكم الحلقة هنخش معانا هنا على تمام ونقف على الايسيريوم كده مع بعض ونشوف ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان احنا هنا كان لما حصل اه تصحيح حصل تصحيح عند التلات تلاف نزل لضاية تلات تلاف ستمية الشرطة اللي كانت اللي نزلت من يومين عند تلات تلاف ستمية خمسة واربعين بعد كده حصل رد ورجع تاني الاستقرار في الاتجاه اللي احنا شايفينه وحاليا بالاتجاه الصعود اللي احنا موجودين عنده احنا حاليا عند تلات تلاف تمنمية تمانية واربعين تقدر تحط خط شراء في الوقت الحالي عند تلات تلاف ستمية لو عايز تخالي معاك ايسيريوم انا شايف ان الارقام لازالك جيدة شايف ان الايسيريوم بيتجه في اتجاه قوي جدا شايف ان الايسيريوم ممكن في ديسمبر تاخده بتمن تلاف دولار لعشر تلاف دولار لو نجح في نقل الشبكة الجديدة طيب النهاردة بنتكلم ان فيه اتنين اكس ممكن تاخدهم او يعني واحد اكس مش هنقول اتنين واحد ونص اكس تقدر تاخده من الايسيريوم وتستفيد به تمام فتقدر تاخد جزء تخلي جزء من محفظتك ايسيريوم ما تخلقاش بطبع كلها ايسيريوم عشان الزكاء يعني انا عارف الناس بالزكاء الجميل يروح شارك ايسيريوم ويسيب محفظة ويمشي طبعا مينفعش في عملات تانية في السوق حاليا بتحقق 5800% صعود تمام العملات دي موجودة فعلي وانا بشيل المعلومة الاخيرة في اخر الحلقة عشان كل اللي بيتابع الحلقة ما يسيباش في الوسط ويقوم وييجي فبقول اهم معلومة معاكم حاليا اللي عايز يبدأ محفظة او ان هو يعايز يعملها محفظة استثمارية قبل ما نكسر الالتايم هاي تمام في عملات بتطلع الى عشرة اكس في الوقت الحالي بتستعد للانطلاق لان مع كسر الالتايم هاي هنشوف ارقام تاني خيالية وعايزين نقول اللي كان كان قبل كده واللي بعد الالتايم هيبقى كان جديد تاني خالص تمام فبدل ما تمسك في كان والكان بتاعك ده يبدل خسران تحت ومش رد يطلع فرتب محفظتك صح اشترك حتى مع اي شخص مش شرط يكون انا تمام لا اشترك مع اي انسان استشاري ودايما بقول اخوك ابن عمك صاحبك في البنك حد مدارك تصق فيه تمام ولكن يعرف ان كل واحد على قدر اشتراكه على قدر مكسبه وخسارته فدي حلقة حطها في ودنك واعرف ان ترتيب محفظة لو ما قدرت اشترتبها قبل كسر والانطلاق ده فهيكون مضطر انك تشتري حاجات غالية قوي وانك تخسر مكاسب كبيرة جدا كنت ممكن تحققها دلوقتي كل لحظة في الوقت الحالي في اكتوبر بتفرق لان لو رجعت في التليجرام والتحليل اللي انا حطته لكم قلت لكم ان احنا نقفل شهر اكتوبر على الاربعة وستين تمام او خمسة وستين بحاجات بسيطة في الرنج ده ولكن شهر نوفمبر بنتكلم في الاربعة وتسعين الف دولار بس في البتكوين ده من ضمن التحليل ودينا مع بعض وبنشوف وزي ما البتكوين هيطلع واحد اكس زي ما العملات اللي جنب بتطلع خمسة اكس ولو انت محفظتك صغيرة بعشر تلاف دولار مستحيل تحطها البتكوين لانك ممكن تعمل خمسين الف دولار بدل ما تعمل عشرين الف فقط بيستشارب معك كويس ويوجهك في التوجيه السليم والتوجيه الصح ده كافة المعلومات الخاصة بنا النهاردة آآ خلال فترة قريبة بإذن الله هيتم بس خمستاشر حلقة بس مباشر من الامارات بإذن الله في القريب العاجل و بإذن الله هيكون من جنب برج خليفة عشان زي ما قلنا على الشيبة أنها أعلى من برج خليفة فنعمل حلقات تبقى رايبة يمكن لما بإذن الله من هناك تطلع الشيبة على برج خليفة نشوف بإذن الله اللي يحصل إيه هيكون لها الشرف آآ إن نكون آآ في دولة الامارات على آآ دعوة من آآ الشيخ عمر بارك الله فيه ودعوة من أخونا في الله الشيخ مصطفى بارك الله فيه و تحياتي ونتابع مع بعض بإذن الله هيكون مجموعة من بيزنس الأعمال والمقابلات المهمة بإذن الله وهيكون مباشر معكم خطوة بخطوة تحياتي لكم كنتم مع قناتكم crypto.com.bitcoin قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية الربح منها خلي بالك على نفسك ركز رتب محفظتك عشان ما تخسرش آخر محطة في القطر قبل ما يطلع نصيحة ليكم جميعا إخواتي الصغيرين اللي معاهم محافظ قليلة قوي أو صغيرة اتجه للتعدين اتجه لكريبتو تاب ممكن اللي انت تتحقق عشرة اكس وسبعة اكس بالخصومات اللي تنزل على البقات اللي عندهم وتبقى مضمونة بدل ما تدخل فلوسك في عملة والتانية واكتتاب وراح وجه وتبقى عارف ان الخسران خسران وتبقى متعلق بأمل مش مظبوط خش في التعدين على القل اللي بتعدن عملة بيتكوين لو وصل لنص مليون وانت معاك مليون ساتوشي هيبقى معاك ارقام كبيرة بإذن الله من ارقام بسيطة دمتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة